اهلا بيكم يا حلوين يارب تكونوا بخير وفقا تم صحة اللهم امين وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات النهاردة حاب اديكم افكار مختلفة عن هدايا عيد الام اتطلبت مني كتير ومش شرط ابدا يكون معاك فلوس كتير علشان تقدر يتجيب لها هدية هو المهم انك تفكريها باي حاجة في اليوم ده تقدير منك ليها على الاقل وتعبير منك عن حبك ليها لاننا كتير مننا مش بنقدر ان احنا نعبر لامهاتنا عن حبنا ليهم فده يوم تقدري تستغليه وتقول لها انك بتحبيها وتجيب لها هدية حتى ولو حاجة بسيطة فعايزاكم تحطولي لايك كده للفيديو ولو اول مرة تشوفيني ومش مشتركة في القناة تنوريني بالاشتراك اللي موجود تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلي زر الجرس على الكل بدل من مخصصة علشان تشوفيني كل ما انزل فيديو هنصلي على الحبيب انا هقول لكم هدايا غالية ورخيصة وتجيب لها بقى اللي هي عايزة اول حاجة الامهات كلها بتحب حاجات المطبخ جدا جدا وبتحب تجيبها ايا كانت بقى فتقدري تشوفي هي ناقصها ايه في المطبخ وتجيبها لها سواء حاجة كانت عندها هي بتفضلها مثلا وتكسرت منها وبوزت تقدري مثلا تجيبها لها تعوضيها بيها ممكن تجيب لها مفرش سرير تغير بيه شكل قضتها او حاجة كده في الديكور تغير شكل البيت زي فوزة او تابلوب او بمبونيرة وطبعا الاسعار في الحاجات دي بتتفاوت في عادي بقى انت يعني انت والفلوس بتاعتك وامكانياتك او حاجة مثلا خاصة بيها هي زي هدوم او شوز او شنطة سكارف مثلا لونه حلو كده او شال تتدفى بيه او لو ممتج بتلبس اكسيسوريس هتلها اكسيسوريس فضة خاتم او انسيال او سلسلة حسب برضو امكانياتك لو ممتج بقى بتحب الميكاب والبيرفيوم حتى لو في البيت جبي لها ميكاب او بيرفيوم ابسط الامكانيات جبي لها وردة بخمساشر جنيه ومعها كارت كده بخمسة جنيه حلو وتكتبي لها فيه بحبك يا ماما وتربطيهم مع بعض كده بفيومك هتتبسط قوي لو تفتكروا كنا بنعمل كده مع المدرسات بتاعتنا زمان في المدرسة كنا نجيب وردة كده وكنا نحط كارت معاه ونكتب لها بقى جلام حلو كأنها يعني من ضمن الامهات ممكن انك تعملي لها كده لو انتي امكانياتك بسيطة تقدري كمان في اليوم ده تعملي لها حاجات هي بتحبها حاجات حلوة يعني كيكات مثلا كروسون اي حاجة هي بتحبها ممكن انك تعمليها لها او تجبيها لها جهزة تشتريها لها لو مفيش فلوس خالص ممكن انك تريحيها من شغل البيت وتقول لها انا هديتي ليكي النهاردة اني مثلا ان انا معيش قد انا اجيب لك حاجة اشتريها لك ان انا هعملك كل حاجة انت عايزها النهاردة في البيت او تطبخي النهاردة يعني اساسا في يوم عيد الام ده تطبخي لها بدل ما هي ما تقفل مطبخه وتطبخ او مثلا لو باباكي هيجيب لممتك حاجة دهب وانتي مثلا ما معكيش فلوس غير مبلغ قليل قوي ممكن انك تتفعي معاه انك تتفعي المبلغ ده لباباكي وقدامها انتو الاتنين هتقدموا الهدية سوا مع بعض وحتعرف انها منكم انتو الاتنين مش مهم ببقى من دافع كتير ومن دافع قليل هي هتتبسط قوي كمان في حاجة كده يعني بسيطة كمان انها ممكن تتعمل حاجة خيرية زي ايه زي مثلا اللي بيوصلوا مواسير مياه للاماكن اللي ما بيوصلش فيها الميا توصيل ميا للاماكن دي او مثلا زي تبرع في مستشفى 57 وبيدو كيكارت باسم المتبرع اللي هو طبعا حيكون اسمه ممتك والتي اللي هتكوني دافعة وتديهولها هي هتحتفز بيه لسنين طويلة ربنا يديها الصحة والعمر وحتفرح قوي كل ما تشوفوا في ذكرياتها مثلا لو هي شيلاء كزا سانة مع بعض كل ما تشوفوا هتدعي لك وكمان دي تعتبر صدقة جارية ليها وهتفرح قوي بالعمل الخيري ده ممكن تخديها اليوم ده وتخرجه مثلا تتمشو شوية على النير او تعودوا على البحر تكلو ايس كريم او تعزميها على الغداء وممكن تخديها يوم كده سبا او توديها لكوافير هتفرح قوي تعمل نيولوك كده جديد تصبغ شعارها كمان ممكن تجيب لها حاجة للبيت تلبسها زي جلبية او بيجامة او عباية او ازدال ورمضان داخل علينا هو كل سنة طيبين تجيب لها سجادة وازدال مع بعض ويكون معهم مثلا الخاتم بتاع التسبيح ده يبع حلوة قوي هدية عيد ام وكمان حلوة قوي هينفعها في رمضان ودخلة رمضان علينا ممكن انك تجيب لها كمان يا مش رمضان هتتبسط قوي منك انك بتشاركي وبتجيب لها الحاجات دي لو كنت معاها عيشة معاها يعني او لو كنت متجوزة وليك بيت تاني برضو حاجة كويسة قوي جيب لها فنص رمضان جيب لها حاجة تبسطها سبحة جميلة كده تسبح بيها بعد صلاة الترويح وهي قعدة يعني حاجات كتير قوي ابسط الحاجات مثلا المحلات كلها دلوقتي بتبقى حطة براويز او مجات مكتوب عليها بحبك يا امي او كل سنة وانت طيبة يا امي هتفرح بيها قوي وتحتفظ بيها طبعا في النيش المخلد اللي بيبقى موجود عنده كل ام اللي محطوط في الحاجة بتاعتهم اللي ممنوحة دي يجي نحيتها هتحط الحاجة بتاعتك دي برضو هتكون بالنسبة لها قيمة وحتشيلها في النيش بتاعها وهتفضل رايحة جاية تبص عليها كده وتدعيلك ان انت افتكرتيها وجبت لها حاجة في عيد الام تفتكريها بيها كمان ممكن تعملي لها حاجة بيديك انت اعادة تدوير انا عاملة هنا قائمة تشغيل بكل اعادة التدوير حاجات دي اي واي ومن ضمنها الحاق الصورة اللي انتو شايفينها دلوقتي برضو عاملها ديكوريشن للبيت اعادة تدوير ادخلي شوفي اي حاجة اي فيديو من الفيديوهات اللي انا عاملها دي في قائمة التشغيل واختري الحاجة اللي تنسبك وعمليها لها لسه الوقت قدامنا تقدري انك تعملي حاجة على اديكي هتكون برضو حلوة تفرح بيها او يتعرف انك تعبتي فيها علشان وكل سنة وكل امهاتنا طيبين وبخير وربنا يخليهم لنا يا رب ويديهم الصحة وربنا يرحم كل الامهات اللي مش موجودين دلوقتي هم اكيد في مكان احسن وكمان ممكن انكم تقدم لهم ابسط هدية انكم تروحوا في اليوم ده وتزوروهم وتدعو لهم وتقررهم الفتحة هم هيحسوا بيكم ويا رب اكون قدرت او افتكم النهاردة في اختيارها دا يا عيد الام ما تنسوش تعمل وشير لاصحابكم وقريبكم هم كمان يستفادوا اعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تشتركوا قبل ما تمشوا لغاية ما قابلكم الفيديو الجاي على خير خلوا بالكم من نفسكم باي باي